السؤال البعض بيقول ما حكم الذي يطلب ورثة من أبيه وهو لسه عايش ايه اللغبطة دي مفيش حاجة يسمعه ورثة والراجل عايش يعني ما ينفعش ان واحد يطلب من أبوه انه هو المال الذي سيرثه منه لان ده غلط منطقي غلط منطقي ليه لان الميراث ليه تلات شروط أساسية ايه الشروط الأساسية بتاعت الميراث أول حاجة وفاة الموارث مفيش موارث طيق مفيش وفاة الموارث الراجل لسه عايش وحياة الوارث ما نضمنهاش ما نعرفهاش وبقاء التركة كمان ما نضمنهاش اذا كل الكلام اللي بيتقال ده كلام مش صحيح هو ما يطلبش منه أصلا هو بيعمل ايه هو نفسه الأمر بالسوق قالت له ايه انا روح اقول لأبوه انت كده ميت ميت وانا اخد الفلوس بتاعتك فالدهاني دلوقتي بدل ما تدهاني بعدين الحقيقة ده مش صحيح لانه ممكن ببساطة خالص ان الاولاد ان الولد يموت قبل والده فمين اللي ورسه والده فاذا وممكن والده ما يبقاش معه مراس ما يبقاش فيه تركة او يبقى فيه تركة يبقى اذا المسألة لا تحسبها كذا وذلك لما بيجي حد يقول لنا لو سمحت ممكن تقول لي انا مراس من ابوه قد ايه اقول له ما عرفش لان انا ما عرفش يا ابوك هيموت على قد ايه من التركة ولا اعرف مين اللي هيموت فيكم الاول فالمراس مفهوم يتعلق بالموت لا يتعلق بالحياة يعني امتى خلينا اقول لكم حاجة عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم فيه حاجة اسمها عندنا مصادر الحق الشخص الشخص الوارث ده ايه مصدر الحق بتاعه في في ان يارث المتوفى المتوفى المصدر هو ببساطة خالص هو الخلافة انه هو بيخلفه في ماله لكن ما ينفعش وجود البدل والمقدل منه في نفس الوقت على مال واحد يعني ما ينفعش الاثنين يبقوا ملكين نفس المال في وقت واحد انما اللي هو طلبه منه طالب حاجة تانية هو يمكن قد اخطأ في طلبه قد يكون طلب من ابوه انه هو يوهبه المال يديه المال هبة لكن هو عشان مترفع ومش عايز يحسس ابوه انه هو ليه فضل عليه بيقوله اديني مراسي منك مراسه منك ده لما يحصل وفاة بدل ما فيش وفاة ما فيش مراس بدل ما فيش وفاة لمالك المال ما فيش مراس فما فيش ورس فانت بتقول لي ايه رأيك ايه حكم في ده ده عبس انه واحد يقول له واحد الديني مراسي منك ما فيش ده عبس لكن هو هو عايز يقوله بقى انا لو سمحت ممكن توهبني المال ده اه ده اسمه هيبقى اسمه هبة ده هيبقى اسمه ايه هبة انه هيديه المال حالة حياته ده اسمه هبة وليس مراسا وبتحصل مشاكل كتيرة بسبب الفهم عن الغلوط ده إن إيه اللي يحصل واحد يتصرف في ماله حال حياتي يعني أدى لولاده المال في حال حياته فييجي بعد كده الورا سيقولوله لا ده حرام لأنه إيه إداهم المراس وحاجب الناس عن المراس لا ده هو تصرف في حال الحياة فده هو تسموه هبة ما اسموش مراس ولا حد يقدر يمنع حد من المراس ولا إن صح إن واحد يقول إن عايز مراس قبل وفاة المورس لا ده صح ولا ده صح طيب وده معناه إيه معناه ببساطة يا سيد العزيز إن حضرتك الكلام اللي انت بتقوله ده غلط وهل فيه واجب على الأب إنه يعطي لولده المال المقدر لي في الخيال المقدر لي في الخيال لأنه ولسه ما فيش موت إنه يحصل عليه لما الأب ده يموت لا ليس هناك أي سنة شرعي وليس هناك أي مصدر للحق عشان يحصل هذا الشخص على هذا المال ليه؟ لأن مصدر حقية الشخص في مال المورس حقية الوارث في مال المورس هي أنه يخلفه في مالي طيب إذا ما ماتش ما فيش خلافة في المال ما فيش خلافة في الإيه؟ فهو لا يستطيع أن يخلفه في إيه؟ في ماله ولذلك بنسمي الولد اسمه إيه؟ الخلفة خلفتك خلفتك يعني إيه؟ يعني الذي سيخلفك في مالك إذا انتقل طيب إذا ما انتقلش ما ينفعش يخلفه في المال يبقى مصدر الحق ما حصلش فأنت يا ابني مالكش حق في مال والدك ويحق هو مالوش حق في مالك لأنه ما زال إيه؟ هذا المال ملكاً صحيحاً لك تتصرف فيه كيف يتشاء يعني تعطي أنت عايش كده تعطي من شئت ولا تعطي من شئت لأنك كامل الأهلية وكامل الملك لهذا المال فلا ليس هناك العبارة لحدك سألتني عنها الذي يطلب ورثاً من أبيه وهو لسه عايش لا لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك ولا صح إنه يطلب ده يعني هو لا يجوز ولا صح كمان هذا التعبير ليس صحيح لأنه هو مخالف لأحكام الشرع الشريف